السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا خبر مهم نقلا عن خفر السواحل التركي أن هناك أوامر من الرئيس التركي شخصيا بإغلاق الحدود البحرية أمام اللاجئين وعدم السماح لهم بالعبور عبر بحر إيجا إلى اليونان بطريقة غير شرعية الأنباع بتتحدث عن صدور أوامر من الرئيس التركي شخصيا لخفر السواحل التركي بعد الاجتماع التركي الروسي الرئيسين الروسي والتركي البارحة وعلى ما يبدو اتفاقهم الآن صدرت الأوامر لخفر السواحل التركي مرة أخرى بعادة إغلاق الحدود وعدم السماح للمهاجرين بالعبور عبر بحر إيجا إلى اليونان الجانب التركي عبيتحدث عن أنه الجانب اليوناني تعامل مع المهاجرين بطريقة لا إنسانية ولا توافق مع القوانين الدولية وأنه هاي الخطوة هي حماية لحياة الناس أو المهاجرين شفنا بعض الفيديوهات أنه خفر السواحل اليوناني عبيت عامل بقسوة بصراحة مع اللاجئين ما فينا نتأكد مية بالمية من صحة هالفيديوهات أو تواريخها ولكن الفيديوهات اللي شفناها كان فيها محاولات لمسلا خزء البلمات أو المراكب الصغيرة اللي عبيهاجروا فيها عبر البحر أو محاولات أيضا شفت أنا كمان محاولات لإطلاق النار يعني التخويف الماء شفنا كل المشاهد القاسية في الحقيقة فالجانب التركي عبيقول حماية وحفاظا على حياة الناس سيتم إغلاق الحدود مرة أخرى ما في حديث عن إغلاق الحدود البرية الأنباء لحد الآن عبتتحدث فقط عن إغلاق الحدود البحرية الواضح أنه أوروبا رامت بكل سقلاء يعني فيما يتعلق بها الموضوع وعدوا أيضا بمساعدات مالية إضافية وإن كانت الآن بعض الأصوات عبتتعالى وعبتقول أنه لن تكون هناك مساعدات مالية إضافية لتركيا إلا إذا تخلت جانب التركي عن استخدام هذه الورقة كورقة ضغط سياسي على أوروبا وبالتالي يعني جعل المساعدات أيضا مشروطة بعدم تكرار هكذا حركة فالرئيس التركي ممكن كمان يجي الآن إلى بروكسل يعني للحوار مع الأوروبيين فيما يتعلق بهذا الموضوع حبيت أن أقول لكم هذا الخبر على السريع إذا ظهرت الآن تفاصيل أكبر عن هذا الموضوع كمان إن شاء الله بنقول لكم ياها تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته